اشتركوا في القناة وان واشنطن تعمل مع بغداد على حل هذه القضية عبر ايجاب مكان لسكان المعسكر لاعادة توطيره فيه واعرب كاي عن قلقه من احتمالية تعرض المعسكر لهجوم الاخر كالذي حصل قبل اسابيع اهنا مرجع للسيد دينا دورباكر مرحبا بك اهنا ماري وزير نحن عملنا مع بعضنا البعض حول شملة من المعضيات السابق لدي ثلاث اشياء اريد ان اطرح حولها اسئلة اه سمحت اولا قد تحدثت عن قلقك اذا اه ما يحدث في مخيم اشرف بمشاهدين الخلق حيث وقاء الارابي الكثير من السكان هناك اه هل ان ناس اه نضع المسؤولية مسؤولية سلامة هؤلاء الناس على حكومة المالكي وهل ان الادارة ستسحب طلبها لمساعدات لحكومة تقتل الابرياء في مخيم الذي وضعناهم فيه هذا السؤال الاوي هل اننا سنضع مزيدنا الضغط على حكومة المالكي في هذا الموضوع موضوع مجاهدي الخلق لقد ترحت هذا الموضوع مباسرة مع رئيس الوزراء العراقي عندما كنت في العراق منذ اسبوعين نحن ملتزمون في هذا المجال وانا يقيقني حصول هجوم اخر على المخيم المذكور ونحن نحاول قدر المستطاع ان نجد مكانا لاعادة ايواء الجميع معاي وزير لدي سؤالين اضافيين نعم الجواب مجددا نعم نحن نحاول ان نصل الى المحاسبة والامن اعتقد ان الحكومة الايرانية ايضا معنية نريد ان حكومة المالكي ان تساعد علاقة مالكي بالايرانيين امر المطلق